أهلا بكم هادئة امزور صباح اليوم بعدما تحولت مساء أمس إلى ساحة للشغب والتخريب بعد قيام مجموعة من الأشخاص عاقبة عودتهم من وقفة احتجاجية قاموا بإدرام الدار في إقامة سكنية مخصصة لأفراد الأمن الوطنية الاعتداء تسبب في تفحم أربع سيارات حافلة تابعة للقوات العمومية وسيارة أخرى في ملك الخواص أصيب في هذا الاعتداء أزيد من مئة عنصر من القوات العمومية من امزور عبد الحميد مرابط هكذا بدت الطريق الرابطة بين بلدتي ابن بوعياش وامزور بنواحي الحسيمة مساء أمس حيث آثار الشغب والتخريب بادية للعين نقطة بداية هذه الأحداث انطلقت من الاعتداء على إقامة سكنية مخصصة لأفراد الأمن الوطني بامزور حيث قام أشخاص عقب عودتهم من وقفة احتجاجية بمركز جماعة ايتويس فوعلي برشق الإقامة بالحجارة وإذرام النار بمحيطها أشتد حالات كثيرة صراحة بين 30 حتى 40 حالة جدا كشير بطريقة مفاجئة كان واحدة أربعات الحالة التي استدعي عملية جراحية منهم السيد هذا اللي عنده كسر في الساق وكان جوج حالات خارين كان واحدة حالة ديال كسر على مستوى اليد ووحد حالة كسر في مستوى الرجل تطور الأحداث التي انطلقت منذ عصر أمس دفع القوات العمومية إلى التدخل لاستثباب الأمن ووضع حد لهذه الاعتداءات التي خلفت تفحم أربع سيارات وحافلة تابعة للقوات العمومية وسيارة أخرى في ملك الخواص كما تم إلحق أضرار مادية بالإقامة السكنية المخصصة لرجال الأمن وشاحنة سهرجية تابعة للوقاية المدنية بالإضافة إلى إصابة أزيد من 100 عنصر من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة نقل على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس بن حسيمة المستشفى ديالنستقبل حوالي 103 حالات طبيعة الحالات متفاوتة الخطورة تم الاحتفاظ بستة حالات تحت المراقبة بقسم المستعجلات في حين تم استشفاء تماني حالات تماني حالات لغالباً قد يجرى لهم عمليات جراحية في تخصصي طيب العظام والمفاصل وطيب جراحة الدماغ والعمل الفقر هذا وقد عاد الهدوء إلى شوارع وأزقة مدينة إمزور عقب هذه الأحداث المؤلمة التي استمرت إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس وألحقت أيضاً بعض الأضرار بالممتلكات العمومية للتذكير فقد تم فتح تحقيق من قبل السلطات الأمنية تحت إشراف النيابات العامة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال وتقديمهم إلى العدلة